موسيقى انسحاب النادي الاهلي من عضوية الاتحاد المصري لكرة القدم كان بالاجباع وكان قرار معبر عن استياء النادي الاهلي من قرارات لا تستند الى اي لوائح القرار عمل صدمة في الوسط الرياضي اللجنة الالمبية اجتمعت فورا وقررت تشكيل لجنة مكونة من رئيسها القائم مقام عبد الرحمن امين والدكتور مصطفى السعيد والاميرالاي شفيق مهنة والصاغ علي انديل ومحمد نصر لبحث موضوع النزاع بين الاتحاد المصري لكرة القدم والنادي الاهلي واستجلاء الاسباب التي ادت الى وقوع هذا النزاع على ان تقدم تقريرها في مدى اربعة ايام طبعا مصطلحات قائم مقام واميرالاي وصاغ دي مسميات للرتب عسكرية اتغيرت بعد كده يعني مثلا اميرالاي هي حاليا ايه؟ رتبة عميد وقائم مقام حاليا هي رتبة العقيد والبكباشي بقت رتبة مقدم والصاغ هي نفسها رتبة ايه؟ رائد والنقيب كان بيطلق عليه زمان يوسباشي اما رتبة الملازم واللواء والفريق زي ما هي وفعلا انعقد اجتماع باللجنة الاليمبية صباح يوم 3 مايو 1955 وحضرها مندوب الاهلي والتحاد الكرة مندوب الاهلي اعلنوا انهم عايزين يعرضوا وجهة نظرهم بدون وجود مندوب التحاد الكرة عشان ما نخشش في نقاشات ومهاطرات ملهاش داعي وفعلا اللجنة الاليمبية قررت انها تستمع لوجهة نظر اتحاد الكرة اولا بدون وجود مندوب الاهلي وبالليل تستمع لوجهة نظر مندوب الاهلي بدون وجود مندوب اتحاد الكرة مندوب الاهلي طلبوا بوضوح الاسانيد القانونية اللي استندت عليها لجنة الدوري في قرارها باعدة مباراة الاهلي والترام واستغربوا انه بعد مرور تسع ايام على المباراة لم تنشر لجنة الدوري اسباب قراراتهم خاصة ان لجنة الحكام اعلنت انه لا وجود لخطأ من حكم المباراة وانه لا يوجد داعي لاعادة المباراة طالما انتهت في موعدها ولم يرتكب الحكم خطأ في تطبيق القانون وحتى لو اخطأ الحكم فالعقوبة بتقع عليه هو ولا تقع على النادي الذي لا محل لمؤخذته من هذه النحية واستقر رأي اللاجنة الالمبية على استدعاء حكم المباراة لسؤاله وفعلا تم استدعاءه في اليوم التاني 4 مايو وتم سؤاله عما حدث في المباراة تدخل اللاجنة الالمبية في الازمة كان له اثر كبير في تهديئة الاوضاع واثبت ان قرار لجنة الدوري العام خطأ لكن هل اتحاد الكرة عدل الصواب وقعاد الامور كما كانت عليه واخذ بتقرير الحكم؟ اتحاد الكرة واصل العناد واصدر في 6 مايو 1955 قرار جديد جه فيه اعتماد نتيجة مباراة الاهلي والترام 3-2 لصالح الاهلي احيطت اللجنة علما بقرار لجنة الدوري بايقاف لاعب الاهلي طلعت مباراتين واقراته اعتماد قرار لجنة الدوري بوقف لاعب الترام توني حتى نهاية الفصل الرياضي ونقل مباراة الاهلي والاولمبي في الدوري العام الى طنطة باعتبار خطاب انسحاب النادي الاهلي من الاتحاد قائما لحين ورود خطاب اخر من النادي يلغي الخطاب الاول اشتركوا في القناة